اشتركوا في القناة مصباح مفتاح بطارية وأسلاك توصيل طبعا الأسلاك التوصيل مهمة جدا اللي هي اللي بتوصل طيار الكهرابي للمصباح والأسلاك دي بتكون معمولة من نواد زي مثلا النحاس الألمونيا وبالطريقة دي تكون الدائرة مغلقة بمر طيار كهرابي في حالة ان انا فتحت الدائرة تبقى دائرة مفتوحة ولا يمر طيار كهرابي طيب ايه ما هيحصل لو انا حطيت في السلك ده ووصلته مثلا بخشب او بلاستيك او خيط مثلا قونيش تعالى كده نشوه هيحصل ايه هنلاقي ان المصباح بتاعنا لا يضيق مش هينور وده معنى ان الطيار الكهرابي مش هيمر في الدائرة دي طيب يبقى من هنا فيهمنا ايه فيهمت ان المواد دا عندي تنقسم لنوعين مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة من المواد الموصلة المعادن بأنواحة حديد المونيوم نحاس ومواد العازلة زي الخشب او الخيط وبلاستيك وكل دي مواد عازلة لا توصل الطيار الكهرباء نبدأ نسوف مع بعض ايه هي اخطار الكهرباء او الاصابات اللي ممكن تحدث نتيجة سوء استخدام الكهرباء بقول ان الاصابات تنقسم لنوعين اصابات مباشرة واصابات غير مباشرة الاصابات المباشرة زي الحرائق الكهربية او الحرائق نتيجة عن الكهرباء والحروق والصدمة الكهربية هنتكلم عليهم بالتفصيل اما الاصابات الغير مباشرة فهي اصابات بتؤدي اليها الكهرباء ولا تكون سببا مباشرا فيها مثل الاصابات النتيجة من السقوط فوق من فوق سلم اثناء التعامل مع الكهرباء يعني ايه يعني مثلا في واحد واقف فوق سلم وبيتعامل مع الكهرباء بيصلحها او حاجة وسقط هو نتيجة السقوط دوت ممكن يحبس مثلا كسور او اي اصابة يبقى دي اصابة غير مباشرة زي مثلا السورة دي كده بتوضح لنا واحد واقف هنا بيصلح الكهرباء ممكن ان هو يسكت فهي هتبقى اصابة غير مباشرة اما الاصابات المباشرة زي ما انا قلت تلات انماء نبدأ نتكلم عنهم نوع نوع اول مو عندي هو الحرائق الكهربية حريق حريق عادي خالص ولكن سببها بيكون الكهرباء طب يا ترى ازاي الحرائق الكهربية ممكن تحدث اولا زيادة التحميل الكهربية وذلك عن طيق تشغيل اكثر من جهاز في نفس القابص يعني ايا اولاد يعني فيه ناس بتحط اكتر من فيشة بتاعت الجهازة المختلفة في نفس الفتحة اللي هي بنقول عليها القابص القابص في نفس القابص اكتر من جهاز ده طبعا بيعمل حاجة اسمها زيادة تحميل الكهربي ودوت من اسباب حدوث الحرائق الكهربية ساعات لو احنا عاملين مثلا منظر زي الصورة دي كده ممكن تلاقيه حصلت شرارة كده الشرارة دي كده دي بداية ممكن مع الوقت ساعات ريحة شياط او حاجات زي كده دي مؤشرات كده ان ممكن تحصل حريق كهربي ايه كمان ممكن يسبب لي برضو حرائق الكهربية وضع جهاز كهربي يولد حرارة زي مثلا المكوية او المدفقة او اباجورة او سخين بالقرب من اشياء قابلة للاشتعال كمان عدم فصل طيار الكهربي عن الاجهيزة الكهربية التي تولد حرارة زي مثلا المكوى او المدفقة الحاجات اللي انا قلت عليها دي لو انا ما فصلتش الطيار الكهربي عنها بعد ما استخدمتها ده برضو ممكن يؤدي الى حدوث لبس حريق كهربي زي الصورة دي كده بتوضح حريق بعد ما حصل دي طبعا الصورة العشمان دي مدفقة طبعا حد كان سائبها بالقرب من المفروشات زي ما احنا شايفين او لبس وطبعا قدت لايه لاشتعال الحريق يبقى نخلي بالنا من الاسباب اللي بتقدي الى حدوث حريق نازل نتجنبها علشان نتجنب المخاطر حدوث حريق الكهرباء نشوف مع بعض تاني حاجة في اخطار الكهرباء وهي الصدمة الكهرباء الصدمة الكهربية دي زي ما احنا شايفين كده ممكن تحسن مثلا لو حد مسك سلك طرف سلك موصب الكهرباء ممكن هو يتكهرب كلمة يتكهرب دي يعني ايه يعني يتعرض لصدمة كهربية ايه هي الصدمة الكهربية بقول الصدمة الكهربية دي تحبس نتيجة مرور الطيار الكهرباء خلال جسم الانسان يبقى احنا لو مستكنا سلك متوسط بالطيار الكهربائي سلك غير معزول مكشوف هيحصل لنا ايه اكيد حقا ان الكهرب يبقى كمتون الكهرب دي بقى يعني ايه يعني حدوث صدمة كهربية يعني الطيار الكهربية يمر في جسم الانسان وطبعا اضرار الصدمة الكهربية وتتوقف على شدة الطيار الممر في جسم الانسان يعني احيانا ممكن ان احنا بنتعرف لصدمة بس بسيطة ما بيحدث شيء وممكن الصدمة دي تؤدي الى الوفاء لو كانت شدة الطيار دي طبعا كبيرة اا كمان الزمن اللي بيستغرقه مرور الطيار الكهرباء في جسم الانسان طيب اا نشوف مع بعض اا ايه الحالات اللي بتحدث فيها الصدمة الكهربية او الحالة عندما تكون منامس لسلك غير معزول بيمر فيه طيار كهربية عندما تكون منامس لسلك غير معزول باحد اجزاء جسمك ومنامس لمادة مؤصلة للكهرباء ومتصلة بالارض وعندما تكون منامسا لسلكي بغير معزولين متصلين بمصدر طيار كهربية يبقى الحاجات دي كلها بدو اجهل حدوث صدمة كهربية ثانت حاجة عندنا هي الحروق حروق الجسم النتجة عن الطيار الكهربية وده بتكون بسبب ايه مثلا منامسة جهاز كهربية بقلدة حرارة زي مدفئة من كواس سخين لو انا لمستعها مباشرة بأحد اجزاء الجسم ممكن ان انا يحصل لي حروق كمان منامسة النار او الشرارة المتسببة في حدوث حريق كهربية الشرارة اللي احنا اتقالينا عنها اللي بتكون بسبب من حدوث حريق كهربية ممكن تسبب لي حروق في الجسم كمان منامسة احد الجسم مباشرة لمقصد الطيار الكهربية طبعا حقيقة بالصدمة الصدمة الكهربائية دي برضو ممكن تؤدي ايه حدوث ايه حروق والحروق الكهربية دي او حروق النتجة عن الطيار الكهربية بتسبب لي تدمير لألسية الجسم نشوف بعد كده جزء جديد اللي هو الاسعافات الاولية اللي احنا بنعملها عند وقوع حوادث بسبب الطيار الكهربائي لو انسان تعرض للصدمة الكهربية اول حاجة نعملها ان احنا ننزل وصابة عن الدائرة الكهربية بفصل الكهرباء طبعا او بعزله فورا عن مصدر الكهرباء ازاي طيب هعزله طبعا لو لمسته اكيد ان انا هتكهرب فنازله ازاي؟ عن طريق دفعه دفعه بجسم عازل زي مثلا قطعة الخشب او بلاسك زي راح يشوفين في الصورة كده راجل مسك عصاية خشب بيزيح بها السلك اللي هو كان سبب حدوث الصدمة الكهربائية برضو فيه بوزق تحت خالص فيه برضو صورة تانية لحد بيفصل الطيار الكهربائي يبقى جيه اول حاجة عصد المصاب عن الدائرة الكهربائية تاني حاجة يستدعى الطبيب على الفور الى مكان الحادث او ينقل المصاب الاقرب مستقبل اذا كان المصاب مستمر في التنفس يجب تسهيل تنفسه بفتح النابس والمحكمة والمحافظة على نبضات القلب وكمان اذا تعصر على المصاب التنفس نبدأ فورا في إجراء التنفس الاصطناعي له زي ما الصورة بتوضح عندنا نبدأ نشوف الاحتياطات الواجب اتباعها تعمل مع الكهربائي يجب توصلات في مصدر كهربائي بالحائط يعني ما نحطش اكتر من السلك في نفس الوصلة طبعا عشان ما يحسي زي تحميل الكهربائي اللى يقلي بعدى كده لحدوث الحرائق انتهى كمず عدم إدخال جسم معداني في القابس او الفيشة مندخل اكسان معدنية في القابس انية او الفيشة وضع قطع بلاسيكية في القابس للفيشة لمنع إدخال اي جسم به وخصوصا الاطفال فيه قطع بلاستيكاية كدبتا موجودة زي الصورة دي بتتحط فيه القابس أو الفيشعر لشان نمنع دخول أي جسل به كمان عدم لمس أدوات الكهربية الموصولة بالطيار بيد مبللة عدم لمس أدوات الكهربية الموصلة بالطيار بالأيد المبللة دي برضو من الاحتشافة بالتباحة كمان عدم ترك جهاز كهربائي أو سخان موصول بالطيار الكهربي أثناء الاستحمام عدم العبز بالتوصيلات الكهربية وعدم ترك الأسلاك المكشوفة وغير المعزولة وبكده نحمي نفسنا من أخطار الكهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر